في الشأن الإنساني أطلق الهلال الأحمر الإماراتي في مديرية المعالى بمحافظة عدنة مشروع إفطار صأم للنزحين من ثلاث محافظات وذلك ضمن مشروعات عام زايدة وجاء تنظيم الإفطار الجماعي والذي شمل النزحين من المخى والوزعية في تعز إضافة إلى النزحين من محافظتي الحديدة وحجة وشمل إفطار الصأم التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 420 وجبة إفطار تعد أول مشروع إفطار يقام للنزحين في مديرية المعالى في العاصمة المؤقتة عدنة منذ بداية شهر رمضان المبارك